مجمع الأندلس التعليمي تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية بسم الله الرحمن الرحيم وبينا استعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين عزانة الله بالصف الثامن أهلا ومرحبا بكم وأسأل الله سبحانه وتعالى لكم التوفيق والنجاح اليوم بإذن الله تعالى مع درس جديد من دروس مادة اللغة العربية درس بعنوان الهمزة المتوسطة القيمة التربوية لهذا اليوم هي النظافة يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنوبا فاتهروا الآية من صورة المائدة يأمرنا الله عز وجل في هذه الآية بالوضوء وتوضح هذه الآية فرائض الوضوء وهي غسل الوجه وغسل الآياد إلى المرافق ومسح الرأس وأيضا غسل الأرجل إلى الكعبين وهذه وقيمة النظافة هي قيمة عظيمة يحث عليها الإسلام وأكد عليها في كثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تدريب ألاجي أعرب الكلمة المخطوطة في الجملة الآتية يصوم المسلم طاعة لربه ما إعراب كلمة طاعة؟ إعرابها هنا مفعول لأجله منصوب وعلامة نصبه الفتحة لأنه يبين سبب الفعل يصوم هذه الفعل المضارع من الأفعال أذن سأل الفعل المضارع من هذه الأفعال هو يؤذن يسأل ونلاحظ أن هذه الكلمات تتوسطها همزة متوسطة وهي موضوع درس اليوم إن شاء الله الأهداف أن يذكر الطالب صورة لهمزة المتوسطة الأربعة هدف الثاني أن يتعرف الطالب الحالات الخاصة لكتابة الهمزة المتوسطة التهيئة لاحظ معي عزيز الطالب الكلمات الآتية سأل مؤذن أسئلة تساءل لاحظ معي هذه الكلمات تجد أن هذه الكلمات كلها احتوت على همزة متوسطة ويقصد بالهمزة المتوسطة الهمزة الموجودة في وسط الكلمة ولكن هذه الهمزة مرة جاءت على ألف وأخرى كتبت على واو وثالثة كتبت على نبرة وفي الأخير في هذا الدرس إن شاء الله سوف نتعرف حالات كتابة الهمزة المتوسطة ومتى تكتب على الالف ومتى تكتب على الواو ومتى تكتب على النبرة ومتى تكتب على السطر وأيضا نتعرف الحالات الخاصة لكتابة الهمزة المتوسطة هيا بنا أحباب الطلاب لنبدأ في درس اليوم الهدف الأول أن يذكر الطالب صور الهمزة المتوسطة الأربعة أولا نتعرف قاعدة مهمة من قواعد الهمزة المتوسطة وهي ترتيب الحركات حسب الأقوى الحركات من الأقوى إلى الأضعف كالتالي ترتيب الحركات من الأقوى إلى الأضعف كالتالي أقوى الحركات هي الكسرة ثم الضمة ثم الفتحة وآخرها السكون أي أن أقوى هذه الحركات هي الكسرة كما نرى في هذه الصورة هي أقوى الحركات وبعدها الضمة أضعف منها ثم الفتحة ثم السكون هذا هو ترتيب الحركات حسب القوى في اللغة العربية لكي نتعرف الشكل الذي سنكتب عليه الهمزة المتوسطة لابد أن ننظر لحركة الهمزة وحركة الحرف السابق لها أولا تكتب على ياء إذا كانت الكسرة أقوى الحركتين مثل رئة وكلمة رئيس لاحظ ما عزيزي الطالب هنا في كلمة رئة أن الهمزة مفتوحة وما قبلها مكسور والكسرة يناسبها الكتاب على شكل الياء أو على نبرة كذلك في كلمة رئيس الهمزة مكسورة وما قبلها مفتوح والكسرة أقوى وما يناسب الكسرة هي الكتاب على الياء الحالة الثانية تكتب على واو إذا كانت الضم أقوى الحركتين مثل مؤمن يؤدب لاحظ معي أن كلمة مؤمن الواو ساكنة وما قبلها مضموم والضمة أقوى من السكون فلذلك تكتب على الواو يؤدب الهمزة مفتوحة وما قبلها مضموم والضم أقوى من الفتح لذلك تكتب على الواو الحالة الثالثة تكتب على الألف إذا كانت الفتحة أقوى الحركتين مثل يسأل وكلمة رأس لماذا؟ لأن الهمزة هنا مفتوحة وما قبلها ساكن والفتحة أقوى من السكون لذلك تكتب على الألف لأن الألف هي التي تناسب الفتحة وكذلك في كلمة رأس الهمزة ساكنة وما قبلها مفتوح لذلك تكتب على الألف القاعدة تكتب الهمزة المتوسطة حسب الحركة الأقوى من بين حركتها وحركة الحرف الذي قبلها وذلك كالآتي إذا كانت أقوى الحركتين هي الكسرة تكتب الهمزة على نبرة مثل عائد فئة إذا كانت أقوى الحركتين هي الضمة تكتب الهمزة على واو مثل مؤمن مؤونة إذا كانت أقوى الحركتين هي الفتحة تكتب الهمزة على ألف مثل ينآ ومأتم سؤال يقول ما سبب كتابة الهمزة على صورتها في قوله تعالى سأل سائل بعذاب واقع كلمة سألة الهمزة مكتوبة على ألف لماذا؟ لأن الهمزة مفتوحة ما قبلها مفتوح وما يناسب الفتحة هي الألف في كلمة سائل كتبت الهمزة على يا لماذا؟ لأنها مكسورة وقبلها ألف مد وإذا كانت الهمزة مكسورة أو ما قبلها مكسور تكتب على نبرة ولا خلافة في ذلك التقويم السؤال الأول يقول استخرج من الأمثلة الآتية الكلمات التي بها همزة متوسطة وبين سبب كتابتها ألف من استبد برأيه خفت وطأته على إعدائه باء المرأة بأخلاقها لا بمظهرها فإن الجمال الحقيقي جمال الجوهر للمظهر جيم إذا المرء أعيته المرؤة ناشئا فمطلبها كهلا عليه شديد الآن أحباب الطلاب تعالوا بنا نستخرج الكلمات التي بها همزة متوسطة أولا كلمة برأيه برأيه سبب كتابتها لأن الهمزة ساكنة وما قبلها مفتوح بعدها كلمة وطأته لأن الهمزة مفتوحة وما قبلها ساكن بعدها كلمة أعدائه لأن الهمزة مكسورة وقبلها ألف مد ساكن المرأة لأن الهمزة مفتوحة وما قبلها ساكن المرؤة لأن الهمزة مفتوحة وما قبلها هواو ساكنة ناشئا لأن الهمزة لأن ما قبل الهمزة مكسور الهدف الثاني أن يتعرف الطالب الحالات الخاصة لكتابة الهمزة المتوسطة تكتب على السطر إذا كانت الهمزة مفتوحة بعد ألف ساكنة مثل قراءة عباءة لاحظ معي كلمة قراءة الهمزة مفتوحة ومؤقب لها ألف ساكنة وكذلك في كلمة عباءة في هذه الحالة تكتب الهمزة على السطر في الحالة الثانية تكتب على السطر إذا كانت الهمزة مفتوحة أو مضمومة بعد واو ساكنة مثل مروء ضوءه الهمزة مفتوحة أو مضمومة بعد واو ساكنة تكتب على السطر في الحالة الثالثة تكتب الهمزة على الياء إذا كانت الهمزة مفتوحة أو مضمومة بعد ياء ساكنة مثل بيئة مسيئون تلاحظ معي أن الهمزة هنا مفتوحة والهمزة هنا مضمومة ولكنها جاءت بعد ياء ساكنة لذلك تكتب على نبرة القاعدة الحالات الخاصة التي لا تخضع الهمزة المتوسطة في كتاباتها للقاعدة هي إذا جاءت الهمزة المتوسطة مفتوحة بعد ألف ساكنة تكتب مفردة على السطر مثل عباء قراءة إذا جاءت الهمزة المتوسطة مفتوحة أو مضمومة بعد واو ساكنة تكتب على السطر مثل مروء ضوءه إذا جاءت الهمزة المتوسطة مفتوحة بعد ياء ساكنة تكتب على نبرة مثل هيئة بيئة إذا جاءت الهمزة المتوسطة مضمومة بعد ياء ساكنة تكتب على نبرة مثل فيئه ميئوس منه هيا بنا أحباب الطلاب لنجيب عن هذا التدريب صو بالكلمات الآتية في الجدول واكتبها صحيحة كما في المثالين الشوائب هنا كتبت خطأ والصواب أن تكتب الهمزة هنا على نبرة لأنها مكسورة لأبنائها كتبت الهمزة خطأ والصواب أن تكتب هكذا على نبرة لأن الهمزة أيضا مكسورة التفاؤل الهمزة هنا كتبت خطأ والصواب أن الهمزة مضمومة وقبلها ألف مد فلذلك تكتب هكذا التفاؤل تكتب على واو بأصدقائك مدامة الهمزة مكسورة يا أحبابي دائما تكتب على نبرة ألط مئنان ما قبل الهمزة مكسورة ولذلك تكتب أيضا على نبرة الملائمة 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 الهمزة مكسورة تكتب أيضا على نبرة شؤون شؤون تكتب الهمزة على الواو وبعدها واو مؤتمر الهمزة ساكنة وما قبلها مضموم إذن تكتب على واو لأن الواو هو الذي يناسب حركة الضم الأقوى رؤساء الهمزة مفتوحة وما قبلها مضموم تكتب الهمزة على واو يؤجل أيضا تكتب على واو لأنها ساكنة لأنها مفتوحة وما قبلها مضموم لذلك تكتب على الواب التدريب الثالث هات مفرد الكلمات الآتية ثم ضع المفرد في جملة من إنشائك الآن سنأتي بالمفرد من هذه الكلمات ونكتب هذا المفرد كتابة صحيحة ثم نضع هذا المفرد في جملة من إنشائنا كفاءات هيا يا أحبابي ما مفرد كلمة كفاءات مفردها كفاءة كيف نكتب كلمة كفاءة على هذا الشكل لماذا كتبت على السطر لأنها مفتوحة وقبلها ألف مد بطيئات مفردها بطيئة تكتب الهمزة على نبرة سوآت مفردها سوآت تكتب الهمزة على السطر لماذا؟ لأن الهمزة مفتوحة وقبلها وهو ساكنة نضع هذه الكلمات في جملة فنقول يمتلك اللاعب كفاءة عالية يمشي الطفل بخطوات بطيئة اجتنب السوآت من القول والفعل وصلنا الآن إلى نهاية الدرس أحباب الطلاب سؤال الغلق ما سبب كتابة الهمزة المتوسطة على هذه الصورة في الكلمات التالية مبدوئة كتبت على السطر لأنها مفتوحة بعد واو ساكنة بأس كتبت على ألف لأنها ساكنة بعد فتح وهنا أحباب الطلاب نكون قد وصلنا إلى نهاية الدرس اليوم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مجمع الأندلس التعليمي تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية